بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سرعة مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول ألا أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في يعناكهم أعلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما كدموا وآثارهم وكل شيء أحسيناه فيه إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإلا تأته لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عديم قالوا طائركم ما كم إن ذكرتم بل أنتم كوم مصرفون وجاء من أكسى المدينة الرجل يسعى قال يقوم اتبع المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجر وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتقذ من دونه آلهة يردن الرحمن بضر لا تغني أني شفاعتهم شيئا ولا يواقدون إني ذل في ضلال مبين إني آمات بربكم فاسمعون كيل دخل الجنة قال يا ليتقوم يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت الله سيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميعوا الذين محضرون فآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى آدق لرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك الكمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون فآية لهم أن عملنا ضريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يرقبون وإن نشأ نغرقهم فلا سريخ لهم ولا هم ينقدون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا كيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لألكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معلين وإذا كيل لهم أنفقوا مما يرزكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نتعم من لو يشاء الله أعتعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيحة واحدة تأخذهم وهم يخسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون وانفق في السور فإذا هم من الأجداس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وسدك المرسلون إن كانت الله سيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفسه شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أسحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ضلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأعني عدوني هذا سراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوح اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أخواههم وتقلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبسرون ولو نشاء لمسخناهم ألا مكانتهم فما استتاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمنا الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وكرعان مبين لينوذر ما كان حيا ويحك القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما أملت أيدينا نعما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها رقوبهم ومنها يأقلون ولهم فيها منافع ومشاربها فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نشرهم وهم لهم جند محذرون فلا يحزن قول منا نعلم ما يسرنا وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نتفتنا فإذا هو خسيم مبين وضرب لنا مصلا ونسي خلقه قال من يحيي الإظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه تنقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أن يكون أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات تباقه ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر قرتين يا قلب إليك البصر خاصيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين قفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيل كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع نأكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحكا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير فأسروا كولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللتيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ظلولا فامشوا في مناكبها وقلوا من رزكه وإليه النشور أم ياتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم ياتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولكد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبل ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزكه بل لجوا في عطو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء أمن يمشي سويا على سراط مستقيم كل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع واللبصار والأفئدة كليلا ما تشكرون كل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين كل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئة نجوه الذين كفروا وكيل هذا الذي كنتم به تدعون كل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب عليم كل هو الرحمن آمنا به وعليه توقلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين كل رأيتم إن أسبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين